موسيقى مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج مجلات المستهلك هذا المجلة الأسبوعية التي تلقاكم في كل مرة بمواضحها الآنية المختلفة لنخليكم تكشفها في هذه اللاقاتات تمنى موسيقى نحضر مع الناس يديروا هذه الكمامات اللي هما ضروري لا لسحة الإنسان موسيقى نحن نحن نقوم بأنامج مستهلك موسيقى 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 أنا مختصرة في صناعات موال تجميلت Bandarii والاختصاص لا نتوجهنا في صناعات الصابون طبيعي إنواعت المربع التقليدي الآسيل الجزائري لاني كان من سي حيتو وجيت عام لماذا يُنخدم الحيرفتاعي أنا شوية قليلة بس حكي يجوا لعندي ويسقسوني ونفهمهم وشنه هي المواد الصحية ليكلوها حتى الملاد درسلهم لاستيفيا كيف تحفظين الطعام بطريقة صحيحة؟ بعد تسخين الطعام يجب تبريده وتخزينه في التلاجة في أسرع وقت ممكن لضمان الحفاظ عليه فرق المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة هي واحدة من بين الهيئات التي كانت ولازلت مجندات إلى الظرف الصحي الراهل الذي تعيشه بلادنا والعالم بأسرع حيث تم تسخير فرق لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار ولمنع الاحتكار والمضاربة ولمنع تفشي وباء كوفيد 19 تم أيضا مراقبة الباع فياترة ممدى احترام الباع لشروط والإجراءات الاحترازية نتابع ثويا أكثر تفاصيل في هذا الربورتاج من توقيع الزميلة نجيب بن بشيران نتابع ثويا مع تفشي فيروس كورونا بات الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى أمرا لا مناصة منه للتحكم في الوضع ومن بين المصالح التي عملت جاهدة للوقوف على هذا الالتزام مصالح الرقابة تابعة لمديريات التجارة على مستوى كامل التراب الوطني كتجار نحن تقريبا نلعب نفس الدور في وسط المجتمع أن هذا الروم مع الناس باش يديروا هذه الكمامات اللي هما ضروريلا لسحة الإنسان على المستالك أن يعيد جيدا خطورة المنتوجات هذه في حد ما إذا كان غير لا تحتوي على البيانات الضرورية في حد ما إذا كان ليست في أماكن التبريد أنه يتفادى إختينا مثل هذه المواد أنهم يحترموا الشروط الصحية والبروتوكول الصحي تقلوش يعني عدد من الزبائين يدخلوا هناك يعني يدخلوا عدد من الزبائين محدود بغاية ما يخرجوا العدد الأول هذاك تعاودوا يدخلوا الثاني يعني ما لازم يكونش هناك حتي كاكم بين الزبائن هذه ضرورية التزماء موفرة جميعا للأجراءات بما يخص المعاقمات والتباعد الوقائي أولا الحمد لله نضيفة كوش نضافة لنخدموا كين الجالة للأخر هذا اللي يجي يدخلوا يدير الجال والكمامة الثاني كي يجي لازم يدير الكمامة ماذا بهم كي يجون الحمد كما ماتوا يديروا مسافة الأمن بناتهم باش حتى واحد ما ينضر تم تسجيل عدة مخالفات من بينها عدم احترام شروط النظاف والنظافة الصحية وكذلك عدم احترام بروتوكول صحي لكورونا كوفيد 2019 حيث تم تقديم مجموعة من الاستدعايات وكذلك مجموعة من الاعذارات لبعض المتعامل الاقتصاديين وإن تباينت نسب الالتزام وأشكال تطبيق الإجراءات الصحية سجلت هذه المصالح مختلف التعديات ووقفت على عدم تكرارها من قبل التجار والمستهلكين على حد سوى خصوصا منع ظاهرة الاحتكار والمضاربة وأي استغلال للوضع الصحي موسيقى شخصا من الناس هذا الساعة مجداي الهتائم من لغناكم بالإجراءات اللقائية ماشم تبقى هنا موسيقى 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 لم يكن أخيراً لم يكن أخيراً يومين لم يكن أخيراً كنت أخيراً وعندنا الثلاثية من الفتحنا أخيراً من المعينة لاحظنا أنه لم يحترم إجراءات الوقاية لم يكن مرتدي كمامات الأقنعة والغياب المطهيرات الخاصة بالزبائن أيضاً المعاقب على مستوى مدخل المحل لاحظنا أيضاً العمال لم يكن مرتديين الألبسة الخاصة بالعمل وعدم احترام لشروط النظافة لذلك لديه إجراء أين؟ إجراء الأول يتمثل في عدم احترام إجراءات الوقاية هنا يتم سحب السجل التجاري والغرق الفوري للمحل ثانياً لديه عدم احترام شروط النظافة وهذا يجرى عنه متابعة قضائية ومحضر المتابعة القضائية استدعائه للمكاتب المدرية واتخذ إجراءات قضائية ضده نعم 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 كشفت العديد من الدراسات أن استهلاك واستعمال مواد ومنتجات غير طبيعية يؤثر وبشكل سلبي على صحة المستهلك وهذا على المدى البعيد إذ اتجه المستهلك الجزائري إلى استهلاك واستعمال كل ما هو طبيعي حفاظاً على صحته المزاملة مشاهدين حياتي بالعباس كانت حضرتنا روبورتاج بخص هذا الموضوع متابعكم سوياً أنتم ما نعود صالون المنتجات الطبيعية الذي أسطرى تبعاته في هذه السنة بالمركز الثقافي مصطفى كاتب العاصمة فضاء يسمح للعارضين والحرفيين بتقديم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات الطبيعية وذلك للتعريف والترويج بمثل هذا النوع من المنتوج بالنسبة للفكرة هذه جاءتنا لأنه الحالة الصحية تعل المجتمع بالنسبة لكوفيد ديزنات هذي راهي في تدهور نحن حبينا نقدمه للمجتمع يعني بادل لأنه كل ما هو طبيعي راح يلجأ له المواطن بيزيد في المناعة تاعه في الصحة تاعه إذن نحن هذه الفكرة ومدينا في نفس الوقت فرصة الحرفيين كذلك إذن المعرض هذا راح متنوعة المعرض هذا راح متنوعة نلقى لزي بيس نلقى كل ما هو مواد تنظيف طبيعية خالية من مواد كيميائية كين ثاني مواد تجميل والعناية الشخصية خالية كذلك من مواد كيميائية نلقى ثاني هنا حتى الطبخ الطبيعي بمواد صحية بمنتجات صحية وكين حتى لبخودويد تغواغ زيتون مجفف الكرموس إلى آخره زيت الزيتون العسل الطبيعي يعني كل هذه المنتجات حاضرة هنا يفهد المعرض عارضين ومنتجين أتوا من عدة مناطق للتعريف بمنتجتهم الاستهلاكية من مواد تجميلية إلى مواد التنظيف وكذا حلويات وزيوت أساسية كلها تعتمد على مواد خام أصلها طبيعي مئة بالمئة تماعة المربع التقليدي الأصل الجزائري اللي كان شوية منسي حييته وجيت باش نمر للناس وش نخدم الحيرة الفتاعي أنا شوية قليلة بس حكي يجوا لعندي ويسقسوني ونفهمهم وشنو هي المواد الصحية اللي يأكلوها حتى للملاد درسلهم لاستيفيا ذو كاين شوية التقافة نقصد شوية ما جيت نحييها يقولوا لي ما ناكوش المعجون حلو هلا ما تاكوش معجون حلو يا أخويا كاين ستيفيا يا أختي كاين ستيفيا ونخدمها ويأكلوها ذو كاولينا قاعل الحوائد ناتيرل طبيعي يحوصوا يصن كوريو يجو يشوفوا وشنو هي هادي أنا مختصة في صناعة مواد تجميل طبيعية والاختصاص توجهنا في صناعة الصابون طبيعي وعندنا مجموعة من الصابون خدمنا مجموعة من صوانيين قام كبيرة شوية على حسب نوع البشرة يعني كاين خمس أنواع البشرة وكل البشرة والاحتياج الساحة كاين تحتاج ترطيب كاين عندنا مم صابونات معالجة وعندنا مؤخرا صابون آخر صابون قاعدة عوحلي بالناقة يعني هو أفضل صابونة مططيب عالي وتعالج جميع مشاكل البشرة وتخصصنا أيضا في صناعة كريمات طبيعية قاعدة تحتاني الزيوت طبيعية والحمد لله مؤخرا من الناس والتي توجهت المنتوج الطبيعي وتحوص على المنتوج الطبيعي وعندها شوية معلومات مهمية كي تزيد في لك هذه هما كي يجوا هكذا معارض يلقاونا يدوا معلومات ويروح من أمامي يدوا من توجه الجديد ويدوا أفكار جديدة ويدعمونا تريب أفكار جديدة رواج وإقبال كبيرين من طرف الزوار والزبائن لهذا المعرض وما يقدمه من مواد طبيعية حيث لقى استحسان المستهلك الجزائري الذي أصبح يميل أكثر لما هو طبيعي نظرا لوعيه وقناعته بالفائدة الكبيرة التي تعود على صحة المستهلك حرافية بديت هذا المجال بديت نحبه صفيدوكا بخسك عام بديت في هذا المجال درت دي فورماشيون بلوزير فورماشيون وبديت نخدم تخصصت في الكريمات للشعر والبشرة عنا دي كريم على حسب نوع البشرة وعلى حسب الاحتياجات للبشرة وكان كريمات نهارية وكريمات ليلية عنا تانيك دي ماسك كابيلر معندها ماسكات للشعر لتغذية الشعر احنا نخدم المنتوجات التي تعونا باس دو زيوت نباتية معصورة على البارد وزيوت أساسية كاين تانيك نستعملو كما قولو منتوجات كما الزبادي كما زبدة الشيا زبدة الكاكاو كامل هادوما كما قولو سيدي بروت تعالى تعالى المستهلك الجزائري بدا كمام يحب المجال تعالى تسكيه ناتورال تعالى المواد الطبيعية كما قولو بزاف ناس وبزاف زبونات عندنا كرهوا كما قولو المستحضارات التجميل كشي قولو انديسترول كرهوا هادوك الاخر سيفري عندهم ان ريزولتات توت سويت ساحباد ابخي كالك تان يعود ارحى اذاك الريزولتات في المستحضارات التجميلية الطبيعية فمثل هذه التظاهرات تشكل همزة وصل بين المستهلك والمنتج الجزائري الهدف منها تحسيس وتنمية ثقافة استهلاكية عقلانية من خلال اقتناء مواد طبيعية اكثر فاكثر وتجنب المواد المصنعة الكيموية حفظ الطعام وبطريقة غير صحية وسلمة يؤدي الى ظهور البكتيريا وتلفاء الطعام وبسرعة ولان توعية المستهلك والسرعة الثقافة الاستهلاكية هي من بين اولوياتنا ارتأينا من خلال فقرة عين على المستهلك أن نقدم لكم مختلف النصائح والإرشادات وأفضل الطرق من أجل حفظ الطعام بطريقة صحية نتابع صحيحة نتابع صحيحة كيف تحفظين الطعام بطريقة صحيحة بعد تسخين الطعام يجب تبريده وتخزينه في التلاجة في أسرع وقت ممكن لضمان الحفاظ عليه عدم ترك الطعام المطهو في درجة حرارة الغرفة لمدة أطول من ساعتين يجب حفظ الطعام في أوعية محكمة الغلق لتجنب انتقال الجراثيم له عدم ترك الطعام في الثلاجة لمدة أكثر من يومين لضمان صلاحيته يجب ضبط درجة الثلاجة على أقل من خمس درجات مئوية للحفاظ على الطعام يمكن استخدام ورق الأليمنيوم لتغطية الطعام المكشوف لحين تناوله لتجنب وجود البكتيريا عليه يجب حفظ الخضروات والفواكه في الدرج المخصص لها في الجزء السفلي من الثلاجة ينبغي حفظ اللحوم والأسماك في الجزء السفلي من الثلاجة فهو الأكثر الأماكن برودة كانت إذن هذه مواضعنا من أجل أرائكم واقتراحاتكم وحتى انتقادتكم تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام عنويلنا ظاهرة أسفل الشاشة إلى هنا مشاهدينا نكونوا الحقنا لنهاية عدد اليوم إطلاقها والأسبوع المقبل بحول الله سلام ننصح النداء لنوجوه للأمهات أو القائمات على البيت أو كل من يستلم لما تدخل الإنسان لما يدخل البيت تاعه أو خاصة الزوجة في البيت تقوم بتعقيم وتطهير كل ما تبع على حدة كل الأكياس المعبئة كل المواد المعبئة داخل الأكياس شفونا خلينا ندروا العمل إنسح التعبير أعطيني ولو كان باطاجي تقول أحسن ولو قارورة مثلا كما هذه هذه ممكن نغسلها مباشرة في العين كما يقولون باستعمال أدوات سابون وماء التطهير وإلا لما تعلق الأمر بعلب مثلا كالعاصير وكذا يقوم بهذا العملية ككل ويكونوا يدين معاقمين تعالى الأم هي في حدثان وتقوم بتعقيم هذه وتضحها في مكان مضيف هذه العملية إجبارية لأن القارورة تستطيع أن تكون حاملة للفيروس كوفيد 19 يجب تطهير كل منتوج يدخل للبيت ويمنع الأطفال يعني جديبيا أقولوا جيدا منع الأطفال أو كل من في البيت أنه يلمس القارورة قبل ما تقسل هذه لازم تصبح عادة لدى المجتمع الجزائري باش انتفادوا الأمراض انتع كوفيد 19